موسيقى بالفعل توني شرفتنا اليوم بالحلقة يعني بداية هيك أكيد من الواقع يلي عم نعيشه بدنا نوجه تحية لكل صحافة ولا كل فرد بالجسم الإعلامي يلي مستمر أنا في نقول بأداء رسالته بظل كل الانتهاكات بظل كل الجرائم يلي عم نشهدها مؤخرا للأسف شو تعليقك توني عكل هالتجاوزات بحق الصحافة شي يقول أنا بلبنان وبالوطن العربي أيضا يعني بكل أسف نحن عايشين بزمن صار فيه تفلط من العقاب ومن القيم الأخلاقية وبالتالي اليوم بطل عم يتم تمييز أي إنسان يعني والصحافة وعم يقوم بواجبه ودوره بناء الحقيقة عن مقاتل يلي هو جزء من العملية أو من جزء من العملية الحربية عم نشوف بجنوب شفنا بغزة عم نشوف بكثير مطارع كيف عم يتم انتهاك هالأحرير الصحفية والاعتداء وقتل الصحفيين بشكل وحشي هذا بعيد عن كل الإنسانية بقية تخطي وتجاوز القوانون الدولي الإنساني يلي بحط الصحفيين بناء الحقيقة أثناء الحروب مثل الإصعاف والمصعفين يلي هن منهم أهداف لأي طرف من أطراف ولكن بكل أسف هالشي كلهم مع بيحترم وعايشين بعالم فيها الفوضى يلي عم بيصير فيه التجاوز كتير لإنساني تجاه المهن الإنسانية وأهمية دورة وخاصة بالحروب يلي هي الوحيدين الشاهد على الإجرام بالفعل بالفعل يعني للأسف يعني وكل يوم كل يوم مش نوعقول يعني ما عم بتحس عم بيكون فيه يعني رادع بالعكس يعني صارت مثل كأنه حيات أكل صحافة عن جد أو مصور خلينا نقول أو أي فرد يعني بالأعلام عم بتكون مهددة للأسف يعني كنت عم بيلك إنه في قضية تفلط من العقاب لأنه فيه تفلط من العقاب المرتكب بيصير يكرر فعله بشكل دائم ما فيه حالة نعم بحسبه كان فيه رادع القانون الدولي والمجتمع دولي مسؤول عن تطبيق وعم نشوف اليوم مستمع أجنو مع الدولي بأي تخبط وكل القوانين والقيم اللي حطها كلها انتهكت بالفعل بالفعل توني قد بتعتبر أنت أنه حرية الرأي مصانع باللبنان أنت كسحة يعني باللبنان الموضوع حرية التعبير شائكة جدا اليوم نسمع أنه أوكي كل حدا فيه يقول رأيه في عبا عن رأيه ومبده يمكن هاي أهم ميزة عنده إياها باللبنان ولكن إذا منطلع وين كانت حرية الرأي والتعبير بالفترات السابقة وتنشأ لبنان ونشأ على هذه القيمة الأساسية وين صارت حالية بنشوف فرق كتير كبير بالماضي كان لبنان هو مقر كل المتهضين من نتيجة أراءهم بالمنطقة وفي العالم بمحيطنا كانوا يجوا على لبنان هي ساحة للحريات ولا يحتموا لأنه في حرية في لبنان وبيطمنوا بالهم أنه ما حدا في حاسبهم نتيجة أراءهم وأفكارهم اليوم هدا الشي تراجع ولبنان تراجع بمرتبة حريات الحريات الصحفية والإعلامية والحريات بشكل عام إذا منشوف التصنيفات الدولية صار بمراتب متدنية هذا بشير لأسباب عديدة منها الغياب تنظيم للقطاع الحريات والإعلام واستنسابية المعطاة للقضاء بحيث أنه يمكن استغلال النصوص القضائية القانونية الموجودة مش لتحقيق العدالة بقدر ما هي يمكن استفادة منها للتشفى السياسي وللاستغلال من منطلق القوة لأطراف سياسيين متعددين عندهم علاقات لأنه اليوم السلطة القضائية منها مستقلة نعم طبيعا مطالب باستقلاليتها السلطة القضائية تعين بنا قبل السلطة السياسية وبالتالي هذا أمر بحد ذاته هو بديق على الحريات العالمية شفنا بالمرحلة الماضية يجب أن يصار فيه استدعاءات بخارج إطارة خارج إطارة حكامة المطبوعات ويجب أن يصار فيه توقيف الصحفيين تحت عنوان توقيف احتياطي وغيره بالوقت ذاته الانتهاكات مش بس من قبل القانون يلي لازم يتعدل ويتصلح من قبل بعد الجهات السياسية يلي صارت بتعتبر التعبير عن الرأي هو عمليا ممنوع صارت بتعتبر أنه كل من يعترض أو عنده رأي مخالفه بمصافة أو بمصابة العدو وبتحاسبه بتتعامل معه هالطريقة فلذلك شفنا عمليا كتير من الاغتيالات المعنوية سواء بالاتهامات ساعة بالعمالة وساعة باللاوطنية وغيره وحتى الشتائم وعبر جيوش إلكترونية منظمة على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة للشي منرجع لأداش تشهد صحفيين أداش تشهد صحفيين وأنا خليني نكون كمان هيك صاد وقال لك أنا مقارنة بالسنوات القبل إذا فينا أقول إن كان صحافة إعلامة حتى مصقف أو نخبوة مثل ما نحن بنسميهم التأثير قديه اختلف عن جد بظل هيمنة السلطة المال صارت هي الهدف الأساسة كان قبل الإعلامة والصحافة كلمته تكون بالفعل مؤثرة ما يعني إنه بطل مؤثر بس عم بيكون في هيمنة للمصالح بشكل عام وعم بيصير في التهديد الأمنة يلي عم بيكون هو بركة هيك يعني بوجه الصحافة والإعلامة ومع بيكون في محاسبة تماماً يا هيدا بيعود لسبب إنه أولاً ما عم بيكون الصحافة مرتاح عندما يقول رأيه لأنه عم بيشعر إنه في تهديد قضاءة من ناحية لأنه السياسيين هني بيهيمنوا على القضاء ومنشوف القضاء ما بيتحرك عشي قداش في عنا فساد بالبلد وقداش في عنا مشاكل بس يكون في حداً دأب سياسي أو زعيم معين القضاء والأمن وكله يستنفر تجاهه فبالنتيجة بيشعر صحافي أحياناً أكيد مش أنا لأنه أنا آخ شايل هالاعتبارات شايل الآخ لأنه خلص واحد بده يواجه الحقيقة غير شيء ما فينا كلنا نسقط بس بشكل عام يعني في ناس ما بدهم يواجه وبدهم يشتغلوا شغلهم بشكل عادي وبدهم يقولوا حقيقة ورأيهم مثل ما هنه لازم منحقون إلوها ولكن منشوف أنه عندهم هاجس من ناحية التوقيفات والمشاكل الأمنية واستغلال القضاء بوجه ومنشوف من ناحية تانية التهديدات لأنه كل زعيم عنده قدرة أنه يهدد ويلحق أزى برأي آخر معرض لألوه تحية لروح كل الصحفيين يلي استشهدوا أنا كمان لأنه كونه كان شهر الماضي تحية لروح جبران توين يعني أنا كمان كان عندهم مكانة كتير كبيرة بقلبي وبعرف بقلبي كل صحافة وأعلامة جبران تويني ودنهار هي مدرسة بالأعلام وبحرية الأعلام وبنرجع كمان لسامير قصير يلي هو كمان في جريدة النهار وقافلة شهداء الصحفيين تطول يعني وصولنا للقمان سليم كمان يلي كان من الصحفيين والأعلاميين الأقوياء يلي واجهوا بصدق وبموقف ولكن منعرف نحن آلات القتل والغدر بالفعل شفنا توني بوسائل الإعلام عن لقاء تم بوزارة الإعلام مع الوزير زياد مكاري كنتم مجموعة من أصحاب المواقع الإلكترونية شو كان هدف هاللقاء بشو تم البحث خلينا أول شيء إليك تحية للوزير زياد مكاري يمكن اللي بنختلف معه أنا على المستوى الشخص بالرأي السياسي ولكنه بقدره كل التقدير من ناحية التقنية وطريقة إدارته لوزارة الإعلام بحيث أنه عم بيكون فعلا من أبرز الوزراء اللي إجعوا وزارة الإعلام عم بيسعى بكل جهد حتى يوصل لأنون عادل للصحفيين تخلص من كل هالمشاكل اللي هلأ بعدنا عم نوردها عملية استغلال القضاء بوجه الأعلاميين يعني التعاطي بطريقة تضرب الحريات الأعلامية وغيرها اليوم في مشروع أنون تقدمت في وزارة الإعلام إلى المجلس النيابي وعم بندرس بلجنة الإدارة والعدل وصار مارئ أكتر من جلستين على ما أعتقد بالإدارة والعدل للبحث بهذه الموال نحن نتمنى أنه لجنة الإدارة والعدل تكرر هذا القانون بالصيغة اللي وصلت مع تعديلاتها والملاحظات لأبدلتها وزارة الإعلام لأنه فعلا هو نقل نوعي لتنظيم الإعلام اليوم في فوضى عالمية واسعة النطاق موجودة ما فيه تنظيم القانون السابق أو الحالي المعتمد ما بيلحظ تطور التكنولوجي لا الإعلام الرقمي لأليات الجديدة اللي صارت لأوانين حقوق الإنسان وقضايا حرية أو التعبير ولا غيرها وكمان صحيح نحن من اليوم نتمسك بمحكمة المطبوعات لأنه هي المرجع الأنوني الوحيد ضمن الإطار الموجود ولكن إذا نجد مطلع على مستوى العالم ما بقى فيه شيء اسم محكمة المطبوعات إلا ببعض الدول اللي هي بعدها متخلفة أكتر منها فاللي هيك فصار فيه اليوم تنظيم جديد هذا الأنون اللي عم بي نبحث ونتمنى أن ينقر بلحظ ألية جديدة من إنشاء هيئة ناظمة للإعلام وتكون هالهيئة الناظمة أصلا من عشر أشخاص جزء منهم منتخب بمجلس النواب وجزء آخر يعينوا بالحكومة انطلاقا من يعني فيه نورم معينة فيه نقابات وغيرها بتقترح أسماء والحكومة تختار واحد منهم وهيدي بيعطي استقلالية بحد ذاته للجسم الإعلامة وصولا لعملية تنظيم المهنة وكيف أعطاء التراخيص وكيف تنشأ وتصنيف من هو الصحافي ومن هو غير الصحافي لأنه هايدي فيه كتير من السنسبية بالفعل وكيف يتنظم هذا الكتاع الواسع لأنه اليوم صار فيه عندنا أي شخص بينشاء صفحة بيجيب على المخبر بيسمحها لصحافة اليوم ما فيه هايك يكون مش منظمة لما أننا منيحة لا للمواقع الإلكترونية ولا للمحطات التلفزيونية ولا الإزاعات وبالوقت زيته بتضرب المصدقية والمجهود توني يعني المجهود أنت بيكون عندك تكاليف بيكون عندك إكسبانس بيكون عندك أنت التعب الفردي لنقل القبر بتحصل على معلومة معي بيجي من مكان بيعمل copy paste وبينسبها لأله كمانا يعني عملية الملكية الفكرية وتاني شيء في شغلة خطرة هي مصداقية الخبر اليوم بقى تكون وسيلة ألمية بتنشره خبر تكون فيه يعني فيه كريتير معي لتنشر الخبر سواء لناحي التأكد من مصدره من صداقيته إلى آخره فعمليا نحن نفتحها بشكل عام مين ما بده يقول أنا صحافي ومين ما بده ينشئ وسيلة ألمية خارج إطار معين ما عم نقول نحن نكون في تحكم بالسلطة السياسية لإنشاء هذا أمر مختلف لأنه هاي دي هون لأ مقوم نضرب كمان الحرية نحن نقوله مين ما كان فيه حق له ينشئ وسيلة ألمية ولكن بده يلتزن بمعايير معينة تضمن يعني تضمن انضباط وعدم تفلط هذا الكطاع ولأنه نعرف نحن الألم هو جزء أساسي من العمل الاجتماعي والسياسي بالبلد وإذا كنت بشكل فوضوي بنعكس على كل الكطاعات الأخرى بالفعل توني أنت كمان للمشاهدين اللي ما بيعرفوا أنت نشر موقع ترانسبرينسي نيوز يعني منطلقا من الحديث اللي عموله قدت دقة أنت عندك بنشر المعلومات كيف تتأكد قبل نشر أي معلومة عم نشوف أيام يعني الانعكاسات عم بتكون وخيمة بس عم بيكون في حيالة لغط صحيح يعني نحن جمال في هائل تحرير في رئيس تحرير وفي صحفيين زملاء بيكونوا عم بيشتغلوا كل زميل صحفي أكيد بيكون عم بتابع ملف معين أو قضية معينة وبيحصل على مجموعة معلومات هلأ هالمعلومات نحن مش فورا نكيد يتم نشرة ويزير فيه مثل اجتماع تحريري برئيسة رئيس التحرير يلي بده يتابع مصداقيته ويقطعه ونرجع نتواصل مع المعنيين يعني اليوم إذا فيه شخص حسب المعلومة اللي وسطنا متورد تنقول بعملية فساد أو بشي نرجع منسأل الشخص اللي عم نحكي عنه ناخد رأيه إذا هو مظبوط وشو رأيه وبيطلع له حق الرد فحتى نجرب تكون هالمعلومة فعلا دقيقة وبطريقة نحافظ على حرية الصحافة يلي عم بيجيب هالمعلومات حقه بنشرة وحقه بنشر أي معلومة عنده إياها إضافة لهاشي فيه عوائق كتيري لو السلطة السياسية بتسهلها بتحلي كتير من الأمور جزء كبير من اللغة هو أن السلطة والوزارات والمؤسسات ترفض حق الوصول للمعلومات علما أنه فيه قانون شرع بهذا الموضوع وهذا القانون يعني صاحب يقول لك روح شوف الويبسايت طيب الويبسايت محطوطين فيه معلومات مشتزقة مش بسيئة كامل بس أنا مثلا تعارف إذا الصفقة صارت هل أنا فيه أرجع لكل تفاصيل هالصفقة من وضع دفتر الشروط لمين الشركات اللي إجد إلى آخره هذا بتترك كتير من اللغة وبيخلي كتير يعني عمليا استنسبية ووقوع ببعض الأخطاء أحيانا نظلم بعض الناس وأحيانا لا فيه ناس بستاهل ونضوي عليها ونقولوا هاي دي فاسدة وهي دي ما كانت بتاخد هالصفقة لأنه فيه عم نحكي بملايين الدولارات يعني إذا نرجع منشوف نفصلهم يعني مش وقت هلأ منشوف أنه فيه مليارات هدرت هالمليارات كانت ممكن تطور المجتمع اللبناني وتطور البنية التحتية وبيدي أقول أنا أنه جرم أساسي وكبير جدا هو سركة المال العام أكتر أخطر من جرم أي عملية جرمية أخرى لأنه اللي بيسرق المال العام هم عم بيأخر تقدم وتطوير المجتمع وهون لو فيه عندنا قضاء برجع دائما كل شيء للقضاء النيابات العامة لازم تتحرك فورا على أي شبهات فساد لأنه الفساد يعني من دورها الأساسي تمنع يعني اللي عم بيسرق المال عام هيدا عم بيمنع ازدهار ازدهار قطاع الطب والتربوي وكل القطاعات لأنه هاي الأموال بيجب تكون مخصصة لقضايا اجتماعية وإنسانية للأسف يعني هيدا الواقع مثل ما أنت عم بتقوله يعني عم تعكسه يعني بالفعل حضرتك كمانا كاتب بموقع اندبندن عربيا يعني هيدا الشيء نحن هك كمانا بنفتخر فيه بس نشوف صحافة لبنانية قدام هم توني عن جد يعني الصحافة الإعلامية يكون موجود بهيك وابسايت عالمية قد بيساهم هيدا الشيء بتعزيز مكانة الصحافة اللبنانية يعني كتير مهم أنه نكون عم طالب الأعلام الدولي لأنه اليوم الأعلام وخاصة نحن بالوضع اللي عم نشوفه وعم نعيش فيه القضية اللبنانية هي منا قضية بحث على مستوى العش تلاب ورمية واثنين وخمسين كيلوماتر لا نحن قضيتنا قضية عالمية ونحن كشعب لبناني عنا انتشار بكل دول العالم وموجودين وينما كان بالعالم فلذلك نحن لازم نكون موجودين بالصحافة العالمية ولازم نكون فاعلين فيها لأنه ما نخلي الصحفيين الأجانب مهما كان جنسيتهم هن يقربوا القضية اللبنانية بمنظرهم خاص لأنه حتدخل فيها أمور أخرى حتدخل فيها تسييس من منظر الدولة اللي هن يطلعون فيها حتدخل فيها عناصر غير صحيحة ما راح يقدروا يشوفوها بحقيقتها المجردة نحن في لبنان صرنا نعرف الواقع ومنجرب نبرز هذه الصورة هلأ بكل أسف نحن بهمنا نفرج الصورة إيجابية عن لبنان لبنان اللي منحب يكون لبنان يلي بيجذب الآخرين تحتى يشوفوه ويجوا يتعرفوا عليه تحتى نقوي السياحة نقوي غيره ولكن بكل أسف لبنان فيه مشاكل وفيه تخبط كتير واللي عم يطلع لبرة هو هالمشاكل فالخارج والإعلام الخارجي عم بيشوف مشاكلنا ولكن مفيد إنه كمان يشوف إنه وراه هالمشاكل فيه طبقة سياسية عم تتعامل مع المجتمع الدولي والمجتمع الدولي ببعض الأحيان عم بيدعمها ولا تستمر بوجودة علما إنه فيه رأي عام وفيه ناس وفيه شعب حي بعضه صامت بالرغم من كل شي وعم بيجرّب يخلي القضية اللبنانية حية وعم بيجرّب يناضل تيطلب كمان مساعدة الدول الكبرى المؤسرة إنه ما بقى تدعم هالطبقة السياسية الفاسدة وتشوف القضية اللبنانية منذار ما يريد الشعب اللبناني يعني غنى بكل النماذج وبكل الأطر يلي هن بيعرفوه وبيشوفوه وبالتالي ممكن يرجع لبنان بتعاون محلي ودولي لهالبلد اللي بنحلم فيه كلنا سوا عندك أمل توني؟ أكيد عندي أمل وما توقف هالأمل وأنا يعني شخصيا كنت اشتغلت لفترة من حياتي بعد الدول العربية طبعا عنا حب وشكر لهالدول العربية ومنتمنى علاقة لبنان بأفضل ما يكون ولكن انا فضلت اجي على لبنان واشتغل من لبنان لأنه عندي إيمان أن لبنان مارق بمرحلة رح يزدهر وحيرجع لبنان مارق بكتير من المشاكل كتير من الاحتلالات وإن كنا مارقين هلأ بمرحلة فيها سطوي على الدولة وعلى المؤسسات آخر شي كله رح يزول لأنه رغم كل شي صار شوفوا الشعب اللبناني البعض بيقول أنه والله كيف اللبنانيين احتفلوا بالميلاد ورأس صنة بالوقت هالفي حرب هيدا لنه عايب وبالعكس نحن أصرينا نعمل هالشي وصرينا نفرج العالم كله سواء أنه لبنان واللبنانيين هاك هيدا هو هالبدوية طموحه الحياة والحب والانفتاح طموحه السعادة والارتقاء بالقيم مش طموحه لا الحرب ولا الموت ولا سقافة الموت ولا القتل ولا الدمار ومنتمنى أنه هالصورة هي اللي يتجرب تعدي كل اللبنانيين واللي هي تنتقل لبرا ونشوفوها الكل والكل يتعامل معنا على هالأساس نحنا منا ناس منصدر بس موبئات للخارج كان مسلحين أو غيره أو مخدرات أو مثل ما اليوم الواقع شايفينه بالخارج لا نحنا من هذا نجع نصدر الطاقات البشرية يلي عمرت الدول العربية الطاقات البشرية اللي ازدهرت بأوروبا وبأمريكا ووصلت لمناصب كتير عالية وصارت جزء من القرار السياسي والقرار الاقتصادي بدولها هيدا هو لبنان يلي كل بيعرفو ويلي بدنا يضل بهالصورة شكرا تكتوني لعام 2014 بعرف ان انت كمان محلل يعني سيا صغير اكيد عملك صحافة بطبيعة الحال عندك كل المعطيات بتشوف انه بعام 2024 حيكون في انفراج معين لبنان مارئ صلنا اربع سنين اقل له من خمس سنين بهالأزمة من انهيار اقتصادي ومكافية بمشاكل ونحنا للأسف هم نستقبل 2024 بمخاوف من اندلاع حرب وتوسيسه على الحرب القائمة بالجنوب مع اسرائيل الى كامل مناطق اللبنانية هالمخاوف يعني للأسف هي الطاغية ببداية 2024 ولكن كمان حتى نشوف النص المليام الكباية عم نشوف كمان انه واداش في اهتمام دولي بلبنان وباستقرار لبنان واداش عم نشوف في مبادرات لعدم انجرار لبنان حرب بالعقس لزهابوا باتجاه السلام واستقرار وازدهار فاليوم في 2024 اذا بتعطيه عنوان هي عنوان الفرص في عنا فرصة حلو عم تعتقد هيك امل للمشاهدين حقيقة يعني عنا فرصة انه نلطقت الاجوال الاجابية الموجودة ونبني عليها حتى نرجع نعيد تأسيس المؤسسات في لبنان واستقرارنا ومشروعنا اللي هو حيكون ازدهار بكل تأكيد واذا ما تقعنا هالفرص للأسف يعني المشاكل والحرب والانهيارات والأزمات اللي عم نعينيها حتستمر معنا وبالتالي هي منا سوق حص أو حزن حص هي قضية ارادة عند اللبنانيين هن اللي يجب يشتغل عليها طيب بنهاية الحلقة لليوم طوني شو بتحب توجه هيك بده قطلب انك تبطلع بالكاميرا وتوجه هيك نداء لكل صحافة لكل اعلامة مستمر بأداء مهمته رسالته رزال كل الظروف الصعبة اللي عم يتخبط فيها البلد شو بتقله يعني اول شي خلينا نقول لزملائنا الصحفيين اللي عم بغطوا بالجنوب انه انتوا عم بتنقلوا رسالة حية وقوية عم بتخاطروا بحياتكن لحتى اللبنانيين يشوفوا شو عم بصير لبنانيين والعالم اول شي من لكم يعطيكم العافية وانتوا عن جد ابطال عم بتقوموا بدوركن على اكمل وجه بديقول لباقي الزملائي الصحفيين اللي موجودين في لبنان عم بيغطوا وعم بيتعاملوا مع مشاكل اخرى كمان انتوا اللي ممكن تصنعوا الفرق والتغيير اليوم التركيز واليوم الامل مش على الطبقة السياسية ولا على غيره اليوم على الصحفيين والعالميين بطلب من الجميع وانه نكون نحافظ على حريتنا واستقلاليتنا ما ننجر ولا اي مغريات مالية وغيرها ولا نردخ لأي ترهيب وتهديد مهما قبر وقوة التهديد لانه نحن قد نردخ لبنان كله حيردخ اذا لبنان بعضه بهالقوة وبعضه موجود هو لانه في عنا اعلام قوي وحر ومستقل ما خضع لاي احتلال سبق وحالي واي احتلال لاحق بالعكس كانوا صحفيين رواد للاستقلال ونحن كلنا سوى ما نتعاون ونضامن لاستقلاليتنا بغض النظر عن اراءنا لانه اراءنا حقنا نقولها متل ما بدنا ولازم نحافظ على حرية اراءنا واراء غيرنا ولكن علينا نصنع الفرق لأجل لبنان الصحافة توني بولوس يعني شكرا لها الرسالة اللي بالفعل هي من القلب وانا فيها اقولك ولها الحلقة كمان ولكل المجهود اللي عم تبزله بعملك الصحافة يعني شكرا لك وانت زميلة عزيزي كمان من بنبرك يعني عطعتي مجال حتى نوصل هالرسائل وحتى فعلا يكون عندنا اعلام جميل مثل لبنان لانه كل وطن يقاس باعلامه والحريات تقاس بلاحريات العالمية لذلك دائما في لغة وبفكره الحريات هي كتير بس نعمل نربطها بالحريات العالمية لانه هي البرومات المؤشر لباقي الحريات بالفعل هي اكيد الركيزة والمقيس الأساسي شكرا توني شكرا لأجودك معنا عزائي المشاهدين من كون هون وصلنا لنهاية برنامج على الموعد لليوم بيتجدد لقائنا اربعة الجين تبهوا على حالكم الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة